ترفض السلطات الإيرانية الاعتراف بعدد هؤلاء الذين تنفذوا بحقهم أحكام بالأعدام بشكل مستمر لذلك لا يمكن معرفة أو إحصاء عدد الذين نفذت بحقهم أحكام بالأعدام على أساس تهم طائفية أو عرقية أو سياسية ما نعرفه بحسب إرقام منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية نفذت حكما بالأعدام بحق 700 شخص في النصف الأول فقط من العام الماضي أي بمعدل ثلاثة إعدامة في اليوم وفي النصف الثاني من العام الماضي اعترفت إيران بإعدام 250 شخصا بتهم مختلفة لكن منظمة العفو الدولية تقول إن لديها تقارير تفيد بتنفيذ طهران ل450 إعداما جديدا في هذه الفترة الزمنية أما في عام 2014 قالت إيران إنها أعدمت حوالي 300 شخص لكن تقارير حقوقية أشارت إلى أن الرقم الحقيقي هو 750 شخصا على الأقل وتقول منظمة العفو الدولية إن هناك آلافا في السجون الإيرانية ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم وتقر بوجود مخاوف من أن عددا كبيرا من هؤلاء هم نشطاء حقوقيون وسياسيون وصحفيون ومعارضون تحديدا بين الأقليات العرقية والدينية التي تتهم إيران بارتكاب تجاوزات بحقهم كالسنة والعرب والأكراد كما نشطاء ومعارضون شيعة أيضا وتتصاعد المخاوف على حياة 27 ناشطا سنيا بينهم دعاة وطلبة العلوم الدينية بعد مصادقة المحكمة العليا الإيرانية في طهران على قرار أحكام الإعدام الصادرة ضدهم خلال الأسبوع الماضي يقبعون في سجن رجاء شهر بمدينة كرج جنوب غربي طهران اعتقلوا ما بين عام 2009 و2011 في محافظة كردستان غرب إيران وحكم عليهم بالإعدام في المحكمة البدائية تتهمهم طهران بالدعاية ضد النظام والعضوية في مجموعة دينية كما تهم بعضهم بالمشاركة في عمليات مسلحة وهو ما نفاه المتهمون تماما أثناء جلسة المحكمة مريش حاضي العربية